حجم المجسمات الهندسية سنقوم بتقسيمها إلى فئتين فئة نسميها المنشور والفئة الثانية هي الهرم ما الفرق بين المنشور أو الهرم؟ في البداية المنشور هو أي مجسم ثلاثة الأبعاد له قاعدتان متوازية أي له قاعدة من الأعلى ومن الأسفل أو من اليمين أو من الهرساب من الممكن أن تكون أمامية وخلفية المهم أن تكون متطابقتان ومتوازية أما الهرم هو له قاعدة واحدة فقط في مثل هذا الشكل لاحظ في اليمين له قاعدة من الأسفل وقاعدة من الأعلى شكلها مربع فنسميه منشور مربع لكن الشكل المجاور له هو أيضا له نفس القاعدة مربع من الأسفل لكن ليس له إلا هذه القاعدة في الأسفل فنسميه هرم ربعي أيضا هذا الشكل الآخر لاحظ ماي في الأسفل لدينا دائرة الشكلان المجسمان لديهم قاعدتان دائريتان لكن الذي باللون الأحمر له قاعدة مطابقة له في الأعلى فنسميه منشور دائري أو نسميه استوانة أما الذي في اليسار الذي في اللون الأخطر نسميه هرم دائري أو كما نعلم نسميه مخرط فهذه الأشكال بعضها لها قاعدة واحدة تسمى منشور ولبعض الآخر نسميه هرم في هذه الأشكال الشكل البرتقالي في اليسار له قاعدة من الأمام مثلثة وقاعدة من الخلف كلمة قاعدة ليست من الشاطن تكون في الأسفل أنا أتكلم عن سطحين أو مساحتان متطبيقتان مثلث أمامي ومثلث خلفي فهو منشور ثلاثي أما الذي في الأسفل له فقط قاعدة مثلثة واحدة ومن الأعلى رأس رأس لهذا الهرم فيسمى هرم ثلاثي المجسم في الأخضاء مثلا في الأعلى لدينا مستطيل وفي الأسفل مستطيل مطابق له فهذا يسمى منشور ربعي وبمناسبة المسافة بين المساحتان أو القاعدتين هي الارتفاع وأيضا هذا الذي باللون البنفسجي هو أيضا منشور ربعي أما في الأسفل لدينا الشكلان بنفس الطريقة لهم فقط قاعدة واحدة ومن الأعلى رأس فنسميه هرم ربعي طبعا هذه الأشكال في اليمين لن نقوم بتفصيلها لكن نقوم بذكرها هذا الشكل باللون الوردي له من الأمام مسطح أو قاعدة خماسية ومن الخلف مسطح مطابق له خماسي فيسمى منشور خماسي أما الذي في الأسفل يسمى هرم خماسي الذي يليه سداسي ثم سباعي وهكذا الآن في هذه الفقرة سنقوم بتوضيح كيف أقوم بحساب الحجم حجم الهرم أو حجم المنشور حجم المنشور V أو Volume V تساوي الحجم يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع هذه الـ B هي مساحة قاعدة فمثلا لو كان لدي منشور ثلاثي فأنا يجب أن أحسب مساحة قاعدته وهي مثلثة وأضربها بالارتفاع دائما الارتفاع في المنشور هو المسافة بين القاعدتين أو الارتفاع في الهرم هو الضلع القائم دائما أبحث عن أعمدة قائمة عمودية زوايا قائمة تكون هي الارتفاع فمثلا المنشور الغباعي باللون الأخضر هذا المسطح الأحمر والمسطح في الأعلى المسافة بينهم هي الارتفاع الارتفاع المنشور هذا الخماسي لاحظوا في الأمام لدينا الخماسي في الخلف خماسي موازله المسافة بين المساحتين هي الارتفاع هذا المنشور ليس من الشرط أيضا أن يكون الارتفاع إلى الأعلى من الممكن أن يكون هذا المجسم مائل أو يعتبره أنه نائم مثلا في هذا الهرم البعض يظن أن الارتفاع هو هذا الضلع المأل لا هذا الضلع المأل ليس له أي علاقة بالارتفاع الارتفاع إن كان للهرم أو للمنشور أو أي شيء دائما ضلع قائم الأتفاع هذا العمود الذي في الوسط لأنه قائم زاوية قائمة على المسطح في الأسفل أيضا هذه الأسطوانة هذه ارتفاعها الضلع أو المستقيم الذي في الوسط وأيضا بنفس الفكرة المخروط لاحظوا كيف أقوم بسحبه إلى الأعلى والأسفل الذي يتغير بشكل دقيق هو العمود القائم في الوسط فإذا الأتفاع لتتأكد أن الضلح هو أتفاع يجب أن تتأكد أنه ظلح قائم زاوية قائمة دائما الأتفاع قائم على القاعدة الآن ننتقل إلى مساحة الهرم كيف أقوم بحساب مساحة الهرم مساحة الهرم هي نفسها مساحة المنشور أيضا مساحة القاعدة بي أحسب المساحة التي في الأسفل المثلث أو المربع أي أن يكون أضربه بالأتفاع لكن في هذه المسألة أضرب بواحد على ثلاث فمثلا هنا مثال لأوضح الاختلاف لدينا هنا منشور مربع في اليمين في اليسار أو هرم ربعي منشور ربعي وهرم أيضا ربعي لهم نفس المساحة في المنشور الربعي المسطح في الأسفل أو قاعدته في الأسفل هي عبارة عن مستطيل طولها ستة عرضها ثلاث الارتفاع خمسة الهرم أيضا له نفس المساحة في الأسفل ستة وثلاث وهنا الارتفاع خمسة لاحظوا الارتفاع قائم يجب أن يكون زاوية قائمة على المساحة الآن كيف أقوم بحساب مساع أو حجم المنشور هو P ضرب H ال-P هي مساحة القاعدة ما هي مساحة القاعدة أو ما هو القاعدة في البداية هنا القاعدة المستطيلة كيف أقوم بحساب المستطيل ستة ضرب ثلاث الطول في الأعرض ثم أضربه بال-H وهو الارتفاع خمسة فيساوي نحسب الناتج التسعين أما الهرم P يساوي واحد على ثلاث ضرب P وال-P هي مساحة قاعدة القاعدة هنا هي أيضا مستطيلة فإذن ستة في ثلاث والارتفاع سيكون هنا خمسة فقط نقوم بحساب ناتج هذه الأعداد تساوي واحدة ثلاثة في ستة في ثلاثة في خمسة هي ثلاثين إذن الحجوم هي بنفس الطريقة نحسب مساحة القاعدة ونضربها بالارتفاع لكن إذا كان الشكل هرمي أي له مساحة قاعدة واحدة نضرب بواحد على ثلاث هذه الأسطوانة لها دائرة من الأسفل ودائرة من الأعلى فإذن هذه منشور دائري أو نسميه إسطوانة لأن له قاعدتان متطابقات المسافة بينهم هي الارتفاع فإذن هذا هو منشور دائري أي القاعدة في الأسفل هي مساحة دائرة فلحساب حجم هذه الإسطوانة V الحجم يسوي مساحة القاعدة في الارتفاع لكن اسأل نفسك ما هي القاعدة هنا ما هو شكل القاعدة؟ شكل القاعدة هنا دائرة فيجب علي أن أقوم بحساب مساحة الدائرة ثم أضربها بارتفاع المجسم كامل طبعا مساحة الدائرة هي Pi ضرب R وس 2 الدائرة دائما لحساب مساحة الدائرة Pi R تربيع مثلا هذا المجسم ارتفاعه خمسة نصف القطر بالدائرة ثلاث لأنني لكي أحسب مساحة الدائرة أحتاج أن أعرف نصف القطر فقط هذه هي مساحة الدائرة Pi في R تربيع فإذا لحساب الحجم كما ذكرنا Pi مساحة القاعدة كيف أقوم بحساب مساحة القاعدة؟ Pi في R تربيع أي 3.2 النصف القطر هنا ثلاث أضرب هذا الناتج كله بالارتفاع الارتفاع يساوي خمسة هنا دائما نستخدم الآلات الحاسبة من الصعب أن تقوم بحساب جميع العداد Pi في 3.2 في 9 إما أكتب 45 Pi أو أقوم بإيجادها كناتج عدد عشري 141.37 جزءا من 100 هذه هي حساب حجم الأسطوانة في درس اليوم الدرس الأول حجم الأسطوانة سنقوم بحل بعض التمارين مثلا في المثال A و B يريد مننا حساب حجم أسطوانة للتذكير الحجم مرة ثانية هو مساحة القاعدة ثم أضربها بالارتفاع هنا القاعدة لدينا في المثال A والمثال B القاعدة هي على شكل دائرة فيجب أن أحسب مساحة الدائرة وأضربها بارتفاع المجسم الآن B أو مساحة القاعدة هي Pi ضرب R أس 2 الباي عدد وهو تقريبا قيمته 3.14 جزءا بالمئة الار هي نصف القطر هنا ثلاث أي ثلاثة أس 2 الارتفاع 1.8 باستخدام الآلة الحاسبة طبعا من الممكن أن تجد إجاباتك تختلف عن زميلك في حال استخدمت قيمة الباي أنا هنا سأستخدم قيمة الباي الأساسية المخزنة في الآلة الحاسبة لكن بعض الطلاب سيقوم بالتعويض 3.14 فإذا سيجد بعض الاختلاف في تقريب العدد هنا باستخدام الآلة الحاسبة الناتج كان 50.89 جزءا من مئة لكن هو ذكر لي قرب الناتج إلى جزء من عشرات ف59 أجزاء لأن العدد 9 يعطي الثمانية بهذه الطريقة طبعا سنتيمتر مكعب دائما الحجم وحدته مكعب المثال الثاني أسطوانة قطرها لاحظوا ما يذكر لي القطر لكن أنا لحساب مساحة الدائرة أحتاج نصف القطر ليس القطر فإذا كان القطر كامل هو 12 فسيكون نصف القطر سبتة 12 قسمة 2 ستة فالآن الحجم يساوي بي أي مساحة القاعدة مساحة القاعدة أعيد هي دائرة ودائرة أقوم بحسابها باي في آل اس اثنان ضرب الارتفاع وهو خمسة ارتفاع هذا المجسم ذكر لي أنه خمسة سأستخدم الآلة الحاسبة باي في ستة اس اثنان في خمسة من الممكن أن تكتب الناتج 180 باي لأن البي هو عدد أو قم بكتابته كناتج عدد عشري باستخدام أيضا الآلة الحاسبة بالضغط على إشارة الاس دي يعطيك إيها كناتج عدد عشري فإذا هنا الإجابة خمسمائة وخمسة وستين لكن سأقوم بالتقريب التقريب إلى جزء من عشرة ليس جزء من مئة فخمسمائة وخمسة وستين وخمسة أجزاء من عشرة في السؤال س تستخدم عائلة فارس حاوي على شكل أسطوانة ليعادة تدوير العلب أعطاني ارتفاع الأسطوانة هي ثلاثين أعطاني قطر الأسطوانة أي أعطاني قطر الدائرة الدائرة التي هي قاعدة هذه الأسطوانة القطر هنا يساوي خمسين سنتيمتر تذكر أنا لا أحتاج القطر أنا أحتاج فقط نصف القطر بحساب مساحة الدائرة بالفعل طبعا هنا يريد ليس الحجم الذي يريده الكتلة لكن ذكر لي أن كل واحد سنتيمتر مكعب به سبعة وثلاثون جزءا من ألف فلحساب هذا السؤال قم بإيجاد الحجم ثم أضرب الحجم في معدل الكتلة الآن نذكر لحساب حجم الأسطوانة خذ مساحة القاعدة وهي دائرة وضربها بارتفاع المجسم مساحة القاعدة لحساب مساحة الدائرة باستخدام قانون باي أل أس اثنان الباي كما هي نصف القطر في هذه الدائرة خمسة وعشرين ذكر لي أن القطر كامل خمسين فيكون نصفه خمسة وعشرين ارتفاع المجسم هو مئة وثلاثين سنتيمتر باستخدام الآلة حاسبة قمت بحساب باي في خمسة وعشرين أس اثنان ضرب مئة وثلاثين الناتج كامل سأستخدم الأعداد العشرية أفضل مئتان وخمسة وخمسون ألفا ومئتان واربعة وخمسين وأربعة أجزاء هذه الحجم هذا ليس الكتلة هذا الحجم ذكر لي أن الواحد سنتيمتر مكعب به سبعة وثلاثون جزءا من ألف فخذ الحجم اضربه بمعدل الكتلة لإيجاد الكتلة هو هنا في هذه المسألة طلب إضافي أنه يريد الكتلة فالآن هذا العدد مئتان وخمسة وخمسين ألف ومئتان واربعة وخمسين وأربعة أجزاء سأقوم بضربه بسبعة وثلاثين جزءا من ألف أيضا باستخدام الآلة الحاسبة أضرب هذه العداد من الصعب إيجاد الناتج أو سيأخذ منك وقت طويل لحساب هذه العداد مباشرة ضرب سبعة وثلاثون جزءا من ألف الآلة الحاسبة تقوم بتخزين الإجابة السابقة فمباشرة دست ضرب صفر ثلاثة سبعة أعطاني الناتج لكن هنا أيضا الناتج يساوي تسعمائة وأربعة واربعين أربعمائة وأربعة واربعين هذا الناتج أعطاني إياه باللغرام لكن هو ذكر لي في النهاية قرب إلى أقرب جزء من عشر للكيلوغرام يريد أن نحول هذا العدد للكيلوغرامات دائما انتبه لنص المسألة سيكون هناك أشياء لا تتعلق مئة في المئة في الدرس لكنها من متطلبات السؤال لتحويل من الجرام إلى الكيلوغرام قم بالقسم على ألف فإذاً عندما أقوم بالقسم على ألف فالناتج يساوي تسعة وأربعة أجزاء من عشر لكيلوغرام القسم الثاني في هذا الدرس هو الأجزام المركبة لاحظ هذا الجسم أو المجسم أمارك هذا المجسم عبارة عن منشور مستطيل في الأسفل وقمت بوضع نصف استوانة عليه هذه نصف الاستوانة استوانة عادية لكن نصفها فقط أما في الأسفل منشور مستطيل له قاعدة مستطيلة وأدفاع وجوانب أيضا مستطيلة فالآن لحساب الحجم أو حجم المجسم بشكل كامل قم بحساب المجسم في الأعلى وهو نصف استوانة سأقوم بتسميته V1 وأقوم بحساب حجم المجسم في الأسفل V2 وأقوم بجمع المجسمين الآن نبدأ بحساب المجسمات المجسم في الأعلى كما ذكرت هي نصف استوانة فإذا هذا منشور لأنه لو تراحظوا في الأمام لدينا نصف دائرة وفي الخلف أيضا نصف دائرة مطابقة وموازلها فهذا منشور نصف دائري فنقوم بحساب مساحة نصف الدائرة ونضربها بالاعتفاء الآن لحساب مساحة الدائرة أو نصف الدائرة أحتاج إلى نصف القطر القطر في الأسفل هو نفسه الضلع في الأسفل الـ 25 لكن هذا قطر نصف القطر هو 12.5 قسمت الـ 25 على 2 فالآن هذه المساحة لاحظوا وهناك مساحة مطابقة لها فالمسافة بينهم هي ارتفاع المنشور دائما المسافة بين القاعدتان المتطابقتان تكون ارتفاع للمنشور الآن لدينا نصف دائرة كيف أقوم بحساب نصف الدائرة حساب نصف الدائرة هو كما قانون حساب الدائرة باي في آر تربيع لكن سأقوم بالقسمة على الأثنان لأنها نصف دائرة والارتفاع كما ذكرت هو المسافة بين القاعدتان نصف الدوار التي في الأعلى هذا الضلع سأقوم بتلوين الارتفاع لنميز كم يساوي الارتفاع المسافة بين السطح الذي في الخلف والأمام هي نفسها طول المستطيل في الأسفل إذا كانت في الأعلى والأسفل متساويتان فالأسفل طوله 50 50 سنتيمترا فالأعلى أيضا 50 وهذا هو ارتفاع هذا المنشور فنقوم بإدخال هذه العملية الحسابية بشكل فوري أو بخطفة واحدة في الآلة الحاسبة باي ضرب 12.5 أو 12.5 وس 2 قسمة 2 لأنها نصف دائرة وأضرب بارتفاع المجسم كامل وهو 50 الناتج هنا يساوي 12271 وثمانة أجزاء طبعا هنا أتكلم عن سنتيمتر وكعب أما المجسم في الأسفل هذا منشور مستطيل لحسابه أيضا مساحة القاعدة لكن القاعدة هي مستطيلة الطول في العرض لأقوم بحساب هذه المساحة فقط أكتفي بحساب الطول في العرض طبعا أستطيع أن أعتبر القاعدة التي في الأمام أو التي في الأعلى أو في الجانب اليمين لكن إذا حسبت القاعدة الأمامية أنها هي القاعدة سيكون الارتفاع هو خمسين أما إذا تخيلنا أن القاعدة هي التي في الأعلى وفي الأسفل سيكون الارتفاع الضلع القائم وهو ثلاثين فلك حرية الاختيار هي بالنهاية المنشور المستطيل أو المكعب الطول في العرض في الارتفاع طوله خمسة وعشرين عرضه خمسين وارتفاعه ثلاثين فبشكل سريع نقوم بحساب حجم هذا المجسم وهو أيضا بنفس الطريقة هو مساحة قاعدة مساحة القاعدة كانت في الأسفل خمسة وعشرين في خمسين هذا المستطيل الذي في الأسفل الارتفاع هو المسافة بين المستطيل العلوي والسفلي هذا ارتفاع المنشور إذا اعتبرت أن القاعدة التي في الأسفل هي قاعدة هذا المجسم فالآن الناتج أو حجم المجسم الذي في الأسفل أو منشور المستطيل يساوي سبع وثلاثون ألفا وخمسمية فالآن أصبح لدي المجسم في الأعلى إثنى عشر ألف ومئتان وواحد وسبعين المجسم في الأسفل سبع وثلاثون ألف وخمسمية الناتج الكل هو مجموع المجسمين نقوم بجمع سبع وثلاثون ألف وخمسمية مع الاثنى عشر ألف ومئتان وواحد وسبعين وثمانة أجزاء سيكون لدينا الناتج الإجمالي لهذا المجسم أيضا هذه الأعداد من الأفضل كي لا يكون لديك أخطاء بأشياء بسيطة قم بحسابها باستخدام الآلة الحاسبة فالناتج الإجمالي هو تسعة وعبين ألف وسبعين وواحد وسبعين وثمانة أجزاء سنتيمتر مكعب نعيد في التمرين الموجهة أوجد حجم الإسطوانة في السؤال الأول الإسطوانة والسؤال الثاني الإسطوانة والإسطوانة هي بشكل عام هي منشور لحساب حجمها قم بحساب مساحة الدائرة وضربه في الارتفاع مساحة القاعدة وهي دائرية أضربها بالارتفاع فإذن القاعدة أو الدائرة هي باي في نصف القطر اس اثنان في الارتفاع هنا المعطيات جاهزة الارتفاع هو ثمانية نصف القطر يساوي 1.5 فإذن في الحجم هو باي ضرب نصف القطر اس اثنان أي 1.5 اس اثنان ضرب الارتفاع وهو ثمانية فسأقوم باستخدام الحاسبة لإيجاد الناتج هنا باي في 1.5 تربيع أو اس اثنين ضرب ثمانية إما قم بكتابة 18 باي من المتوقع أن تكون إجابة 18 باي أو أن تحتوي الخيارات على العدد بدلالة باي أو قم بتحويله إلى عدد عشر وهو تقريبا 56 وأربعة أجزاء طبعا هنا نتكلم عن سنتيمتر مكعب دائما وحدة الحجم تكون وحدة مكعبة أو من الأسر الثالث في السؤال الثاني أعطاني القطر لكن أنا دائما أستخدم نصف القطر إذا كان القطر ثمانية نصف القطر يكون أربعة فإذا باستخدام نفس القانون باي في أربعة أس اثنين أي أربعة أس اثنين ضرب الاتفاع وهو ثمانية مائة وثمانية وعشرين باي أو يساوي تقريبا 402 المجسم التالي أو هذا المجسم المركب لحساب حجمه لاحظوا نقوم بتقسيم هذا المجسم منشور مستطيل في الأعلى وهو مطابق 100% للذي في الأسفل وأيضا لدينا في الوسط أسطوانة فإذا لكي أقوم بحساب الحجم أحسب مساحة المنشور في الأعلى وهي نفسها في الأسفل وأحسب حجم الأسطوانة التي في الوسط فإذا حساب حجم المنشور المستطيل طبعا أي منشور قم بحساب مساحة القاعدة ثم أضرب الاتفاع لكن هنا القاعدة في هذا المنشور الذي أتحدث عنه هي مستطيل والمستطيل هو الطول في العرض فإذا هذا المستطيل طوله عشرين وعرضه ثمانية فنقوم بحساب المساحة وهي عشرين ضرب ثمانية فهذه مساحة القاعدة لهذا المنشور ونضربها بالاتفاع المنشور وهو الثمانية هنا لاحظوا وضحها لي بالرسمة أنها ثمانية فيكون النتج ثمانمائة متر مكعب المنشور في الأسفل المستطيل هو منشور مطابق تماما للذي في الأعلى فإذا كان في الأعلى ثمانمائة فالأسفل أيضا ثمانمائة متر مكعب يتبقى لدي حساب الأسطوانة التي في الوسط الأسطوانة هي أيضا مساحة القاعدة في الارتفاع لكن هنا القاعدة شكلها دائرة أو ما هي دائرية الدائرة باي ضرب نصف القطر أس اثنان لكن لو نلاحظ أنه أعطاني القطر ليس نصف القطر القطر هو ثمانية فإذا يكون نصفه أربعة فإذا باي في أربعة أس اثنان الاتفاع الأسطوانة واضحة أمامي أنها تساوي خمسة عشر وضحها أنها هي خمسة عشر متر فالناتج هنا يساوي باي في أربعة أس اثنان في خمسة عشر يساوي تقريبا سبعمائة وثلاثة وخمسين وثمانية وتسعين جزاء طبعا عند التقريب إلى جزء من عشرات يصبح تقريبا سبعمائة وأربعة وخمسين فالناتج المجسم الإجمالي نقوم بحساب هذه الثلاثة حجوم فالناتج 2300 واربعة وخمسين مترا مكعبا المثال الرابع هو أيضا كما المثال الذي قمنا بحله منذ قليل نريد الكتلة كتلة الأسطوانة كاملة فلحساب الكتلة بشكل كامل نقوم بحساب الحجم في البداية ثم نضربه بمعدل الكتلة حجم هذه الشمعة وهي على شكل أسطوانة باي في آر تربيع في إتش باي في نصف القطر نصف القطر هو أربعة أربعة أس اثنان ارتفاع الشمعة أو المجسم هو اثنى عشر فالناتج هو مائة واثنان وتسعين باي طبعا سأقوم بكتابته كأعداد عشرية ستمائة وثلاث وجزءان من عشر سنتيمتر مكعب لكن هو يعيد مني الكتلة نقوم بأخذ هذا الحجم ونضربه بمعدل الكتلة ذكر لي أن كل واحد سنتيمتر مكعب به ثلاثة بوينت خمسة إقرامات فإذا أنا لدي ستمائة سنتيمتر مكعب أقوم بضربها بثلاثة بوينت خمسة الناتج هنا مائتان وإحدى عشر وجزءان من عشر من الإقرام نعيد من جديد في هذه الأمثلة طلب مني أن أقوم بحساب حجم الأسطوانة وحجم الأسطوانة هو أيضا مساحة القاعدة في الارتفاع لكن هنا مساحة القاعدة هي دائرة كما الأسطوانات التي قبلها فيجب أن أقوم بحساب مساحة القاعدة وأضربها بارتفاع المجسم هذا ارتفاع المجسم في السؤال الأول هو خمسة القاعدة هي دائرة لأن المنشور له أو الأسطوانة له دائرتان متطابقتان سأستخدم مساحة الدائرة باي في آر تربيع أو ثلاثة تربيع لأن نصف القطر هنا ثلاث الارتفاع خمسة فالإجابة هي خمسة وأربعين باي لكن قم بتحويلها لعدد عشر من الأفضل فإذن مئة وواحد وأربعين وأربعة أجزاء سنتيمتر مكاعد السؤال الثاني أيضا لحظوا أعطاني القطر لكن أنا دائما أحتاج نصف القطر فإذن قم بقسمة القطر على إثنان فنصف القطر في السؤال الثاني هو إثنان وخمسة وعشرين جزءا من مئة الارتفاع كما هو ستة ونصف فالحجم باي ضرب آر تربيع أو نصف القطر كلمة تربيع يعني أس اثنان في الارتفاع المجسم هو ستة وخمسة أجزاء من عشر بشكل مباشر في الاستخدام الآلة الحاسبة الناتج هو مئة وثلاث وأربعة أجزاء من عشرة مترا مكاعد أما السؤال الثالث كما المثال السابق سنقوم بحساب الحجم ثم أضربه بمعدل الكتلة المتر المكاعد الواحد في هذه الشجرة يحوي 946 كيلو جرام فأنا في البداية علي أن أقوم بحساب الحجم هذه الشجرة كم متر مكاعد بها هذه الشجرة على شكل أسطوانة ارتفاعها مترين الـ H بها اثنان نصف القطر أعطاني القطر 1.3 فيكون نصف القطر 0.65 فالحجم هو باي في أر تربيع أو 0.65 أس 2 فالاتفاع هو اثنان فالحجم هو اثنان وخمسة وستون جزءا من مئة فالكتلة الآن أقوم بأخذ الحجم حجم الشجرة وأقوم بضربها بمعدل الكتلة وهو 946 فكتلة الشجرة الإجمالية 2516 كيلو جرام طبعا أستخدم الأجزاء العشرية 36 أو 0.4 إذا قلبتها إلى جزء من عشر هو طلب مني أن أقلب إلى جزء من عشر أي ستكون 2516.4 أما المثال الأخي لاحظوا هذا الشكل أمامي أسطوانة لكن في داخل الأسطوانة هناك أسطوانة مفرغة أي أسطوانة محدوفة فهذه الأسطوانة لو قمت بحساب مساحتها كاملة كأي أسطوانة عادية أن أتحدث عن البرتقالية وقمت بحذف هذا الجزء المفرغة منها لأنها لو نلاحظ أنها أسطوانة مثقوبة من الداخل والثقب أو الفراغ في الداخل هو على شكل أيضا أسطوانة داخلية فيجب أن أقوم بحساب الأسطوانة الكبيرة من الخارج كامل ولحساب الحجم باي في أر تربيع ضرب إتش نصف القطر أو قطر هذه الأسطوانة الكبيرة هي 12 هذا قطرها فيكون نصف القطر بها 6 لاحظوا وضع لي خط من البداية والنهاية في معناها أن هذا قطر القطر 12 فيكون نصف القطر هو 6 فالآن حجم الأسطوانة كاملة مع الجزء المحذوف أنا طبعا الآن أقوم بالحساب هو 2940.5 الآن سأقوم بحساب الجزء الذي حذفته أو الفراغ الذي موجود في الوسط وهو أيضا أسطوانة لكن قطر هذه الأسطوانة 4.2 كما موضح لي وضع لي خط من بداية الدايرة إلى نهايتها فأنا أريد نصف القطر هو 2.1 تربيع ضرب الارتفاح ونفسه 26 فالآن الناتج الإجمالي أو الناتج لهذه الأسطوانة المفرغة هو 360.2 لكن الآن أنا لا أقوم بالحذف هذه الأسطوانة المفرغة أنا قمت بسحبها أو حذفها فأقوم بطرح الأسطوانة الكبيرة وهي 1940 أطرح منها الجزء الذي قمت بحذفه أو قمت بسحبه أو هذا الفراغ الذي في الداخل فيكون حجم هذه الأسطوانة أو هذا الشكل الهندسي المفرغة أو المتقوب من الداخل 2580 سنتيمتر مكعب هذه الأشكال أو المجزمات قمت بحلها بشكل مباشر أو شكل سريع هذه خطوات للحل السؤال العاشر والحادي عشر والثاني عشر الحلول أمامنا 1262 2770 167 وجزء من عشر السؤال السادس عشر لدينا كما المثال الذي قمت بحله في البداية منشور مستطيل وأيضا نصف أسطوانة هذا لحساب المنشور في البداية ثم نصف الأسطوانة وقمت بجمع المجسمين المجسم في الأعلى والأسفل أعطاني الناتج 1343 وأربعة أجزاء ترجمة نانسي قنقر